قاعات المحاكم كل يوم تشهد ملايين القضايا بعضها بيكون الحق مع المشتكي وبعضها بيكون بيتبلع على المشتكى عليه لكن اليوم رح نتكلم عن أغرب وأعجب وأطرف القضايا التي رفعت في قاعة المحاكم خليك معنا للأخير رح تضحك كثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من قناتي دنيا العجائب اللي بنتكلم فيها عن أغرب وأعجب وأطرف المعلومات في الكرة الأرضية وخارج الكرة الأرضية فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر أهلا وسهلا فيك شرفت القناة سنة 1992 اشترت امرأة أمريكية عمرها 79 سنة اسمها ستيلا لينك اشترت كوبا من القهوة من إحدى فروع مكدونالدز في الولايات المتحدة الأمريكية اللي حصل إنه جلست في السيارة وبمجرد إنها تحركت انكبت الجهوة عليها وانحرقت رجليها حروق خطيرة وعميقة جدا من الدرجة الثالثة دخلت على المستشفى اتعالجت وعملت عدة عمليات للترقية والتجميل لما كتبوا لها خروج أعطوها الفاتورة بـ 20 ألف دولار بكل بساطة قالت لهم ابعتوا الفاتورة على إدارة مكدونالدز إدارة مكدونالدز كانوا أصلا حابين يعتذرونها عن اللي صار وانفكرينها بسيطة وبنضحك عليها فكانوا مجهزين لها رصيد مجاني بقينة 800 دولار ووجبة هابيميل وجايين قلولها هابيمير ديتو يو وحمد الله على السلامة وخذي لك هالهدي اللي ما بتطلع ألف دولار هي قالت لهم يا بتحسبوا المستشفى يا إما ما رح أسامحكم فالجماعة شافوا أن الطلب اللي طلبتوا كبير جدا شو يعني أن يدفع لك 20 ألف دولار فرفضوا بكل بساطة راحت إلى المحكمة وقالت لهم هذا المحل أنا حسبتها بالورقة وبالقلم بيطلع يوميا جميع الفروع من مبيعات القهوة فقط 2 مليون و700 ألف دولار أنا ما بدي إياهم وفلسوا يقعدوا في البيت أنا بدي بس مبيعاتهم من القهوة ليومين فقط يعني بالعربي قدموا أطلب منهم مش رح يأثر عليهم بعض الخبراء في المحكمة أجروا تجارب على القهوة اللي بتبيعها مكدونالدز واللي اكتشفوا أنه درجة حرارتها عالية جدا جدا بحيث أنه درجة الحرارة تبعات قهوة مكدونالدز أعلى من بقية أنواع القهوة اللي بتبيعها المحلات الثانية بحوالي 30 درجة يعني بالعربي الحروق هاي من تقصيرهم وفعلا حكمت لها المحكمة بهذا المبلغ وكيف كانت الظروف أو التفاصيل ما حداش بعرف اللي حصل بعد هيك إنه إن شهرت السيدة في العالم كله وما ظل قناة مشهورة أو غير مشهورة اللي عملت معها لقاء أو عملت فيلم وثائخة عن الحادثة وحتى بعد هيك توجه أكثر من 700 مواطن أمريكي إلى فروع مكدونالد عشان يطلبوا القهوة عشان يروحوا يعملوا حالهم ونحرقوا وطالبوا بتعويضات ويصيروا أغنية بين ليلة وضحاها وبالتالي صار الواحد لما يفوت على مكدونالد يقول لهم بس بدي فنجان قهوة يقولوا له لا قهوة شو يعني قهوة أصلا إحنا ما بنبيع إلا بارد ما فيه إشي ساخن عنا مفكرين سهل إنهم يضحكوا عليهم يظهر إن الجماعة تعلموا من غلطتهم سنة 2005 كان فيه شخص أمريكي اسمه روي بيرسون كان عنده بانطلون بانطلون عادي ودى على محل دراي كلين علشان يغسله ويكوي ثاني يوم رح يصال عن البانطلون قالوا له إحنا منعتذر منك البانطلون ضاع طيب وين المشكلة؟ المشكلة إنه هذا الزلمة كبر القصة لدرجة لا يمكن إنك تتخيلها رفع قضية على المسكين الكوري صاحب المحل وطالب بتعويض قدره 65 مليون دولار أمريكي وحد الله يا بالحلال هذا سعر مصنع بانطلونات مش سعر بانطلون ظل الزلمة مصر على رأيه ومحاكم رايحة ومحاكم جاي وجلسات استئناف وجلسات استماع وانتوا عارفين إجراءات المحاكم بعد هيك قالوا اسمع أنا رأفة بحالك بسامحك بـ 11 مليون 54 مليون كويسات وحيتمك؟ فالزلمن جن أنا كله على بعضي لو بعتني ما بجيب 50 ألف من وين أجيب لك 54 مليون في النهاية خلصت المحكمة إلى إنه هذا الإنسان تافه والدعوة ليس فيها شيء من الجدية وارتفضت القضية وبعد هيك على فكرة اللي رفع القضية أصلاً قاضي بعد هيك نفسه بيرسون اللي رفع القضية انفصل من شغله لأنه ضيع وقت القضاء على شغلات تافهة روح على البيت لقى زوجته تركيت له البيت لأنه طبعاً بعد القضايا والمصاريف والمحامين فلس الزلمة وفي النهاية مرته طال بالطلاق وهو مطرود من شغله والقضية خسرها وكان نفكر حاله رح يصير مليونير ما مشي الحال النقطة بعد كل هالحكي صاحب المصبغة لقى البنطلون ورجع له إياه عادي في سنة 2014 رفع أحد الشباب قضية على شركة نايكي شركة نايكي تبع الأحذية الرياضية قال لهم أنا سنة 2012 قتلت بني آدم بحذاء مصنوع من مصنوعات شركتك فإنتوا لازم حطيتوا على الحذاء تحذير إنه هذا يمكن استعماله كأداة للقتل إنتوا كشركة أحذية لازم لما تصنع حذاء ثقيل وقوي لازم تكتب عليه تحذير هذا الإحذاء يمكن استعماله كسلاح طب قديش طالبهم الزلمة بتعويض طالبهم بتعويض 60 مليون جنيه استفليني طب هو كيف قتل الزلمة هذا الشب كان موظف في فندق كان عنده نزيل قعد عنده أكم يوم وحب يغادر الفندق فلما قال له ادفع الحساب اللي عليه قال له أنا مش حامل فلوس ادفع ما تدفع ادفع ما تدفع شلح البوت من رجله ونزل ضرب في الرجال لغاية ما فتح راسه ومات على الفور فصار يقول لا المحكمة أنا بتدقاضي الشركة اللي صنعت الحذاء لأنها مش كاتب تحذير أنه هذا يمكن أن يستخدم في جريمة عنيفة أو يؤدي إلى الموت وبد منهم تعويض طبعا القضية ما نحكم فيها لصالحه مواطنة أمريكية اسمها لورا زيف كان عمرها 45 سنة لما رفعت قضية على إحدى شركات الإعلان الأمريكية الشركة عملت مجموعة إعلانات بطولة ممثلة مشهورة من يوم ما اطلع الإعلان وكل صاحباتها بيقولولها هاي الممثلة بتشبهك جدا في حدا في الدنيا بزعا لما يقولوله فلان حلو أو فلان مشهور بيشبهك ممثلة أسكتلندية معروفة فزعلت وقالت للقاضي أنه هذا التشبيه من صديقاتها إلها أدى إلى أرق اكتئاب صداع صعوبه في النوم وفي النهاية أصابها بنزيف دماغي صدق إذا بتصدق طالبت المسؤول عن هذه الإعلانات أنه يدفع لها تعويضات ثلاث مليون وتسعمائة ألف جنيه استرليني سنة 2014 رصدت وكالة ناسا صخرة على سطح المريخ راح تقول لي طيب شا المشكلة ما كل يوم برصدوا ملايين الصخور لا هي رصدت صخرة إن وجدت فجأة في مكان مكانتش موجودة قبل هيك في نفس المكان يعني فجأة إجت من العدم بعض العلماء قالوا يمكن صارت أعصفة أو زوبعة أو إشي معين جر الصخرة هذه من مكان إلى هذا المكان لكن أحد علماء النفس ما عجبوا الكلام وقال لك هاي الوكالة ما أعطتنا تبرير منطقي فرفع عليها قضية هذا العالم قال إنهم لازم يعملوا دراسة متخصصة ومتأنية ودقيقة حول الموضوع وقال إنه التفسير اللي قدموه لهذه الظاهرة يعتبر إهمال ويعتبر تفسير متهور وغريب في واحد في الصين اتزوج في يوم الأيام وبعد سنة أو سنتين زوجته أنجبت ولد راح تقول لي طبيعي ما الصين فيها مليار بني آدم كل يوم في ملايين بتجوزوا أصبر أكمل لك القصة لما الزوجة ولدت هذا الطفل اكتشف إنه الطفل بشع جدا وزوجته جميلة جدا فأول شي خطر على باله إنه زوجته بتخونه وهذا الولد مش إله الزلم رفع قضية في المحاكم لإثبات نسب الطفل وبعد أخذ ورد وجلسات وفحص دي أن إيه وغيره اكتشفوا إنه هذا الولد فعلا ابنه طب شو الحكاية الأخت كائنة قبل ما تتجوز ورايحة على كوريا الجنوبية عامل مليار عملية تجميل لأنه في الصين ممنوع عمليات تجميل ورجعت على الصين وأول واحد شافها أعجب فيها وصار النصيب الزلم ما عجبوا الوضع وقال لك هاي البنة ضحكت علي لو بعرف إنها مش حلوة ما كنتش اتجوزتها في النهاية فاز بالقضية وغرمتها المحكمة مبلغ 80 ألف جنيه استرليني يمكن تسألني مين أكثر واحد في التاريخ رفع قضايا على البشر في واحد اسمه جوناثن لي ريتشس حقق رقم عالمي لدرجة إنه نحط فيه موسوعة جنس لأكثر إنسان رفع قضايا في التاريخ المشكلة مش في القضايا نفسها المشكلة إنه معظم هاي القضايا لأسباب تافه ولا يتخيلوها عقل بشري مثلا سنة 2000 انسجن في سجن كينتاكي فراح رفع قضية على إمه قال إيش أنا إمي ما ربتني ولأنها ما ربتني كويس أنا صرت إنسان مش صالح في المجتمع لدرجة إني دخلت السجن فبدي تعويض من إمي بدل التربية الحلو بالموضوع إنه المحكمة حكمت على أمو تدفعلوا 20 ألف دولار كتعويض أصحابه كانوا يمزحوا معاه لما كانوا يعطوه موعد كانوا يتأخروا عليه لما كانوا يشوفوه كانوا يعملوا مصخرة فرفع قضية على أصحابه لأنه بمزحوا معاه مزحي ثجيل وبقللوا من ثقته في نفسه مرة رفع قضية على شركة روكستار المنتجة للعبة جي تي إيش شهيرة لأنه قال إيش هاي اللعبة وهو صغير أو هو فتى مراهق سببت له أذى نفسه في النهاية رفع أكثر من 2600 قضية على عدد كبير جدا من البشر والحيوانات والنباتات والكواكب والمنظمات آه فيه كواكب وجمع من كل هاي القضايا أكثر من 850 ألف جنيه استرليني في إحدى اللقاءات الصحفية هو سأل الصحفي قال له ليش الناس ما بتحبني وما حدا راضي يصاحبني ويقعد معاي ويسمعلي فالصحفي طبعا ضحك ما عارفش يمسك حاله ما أنت كل واحد بتقول له صبع الخير بتروح بترفع لي قضية فراح رفع قضية على الصحفي أنه ليش أنت بتتمسخر فيه وتستهزئ بآلامي وأحزاني وطالب بتعويض برضو واخد منه 50 ألف دولار تعويض كتاب جنس للأرقام الخياسية نزل اسمه كأكثر شخص في التاريخ رفع قضايا فراح رفع قضية على صحاب كتاب جنس أنه كيف تشهروا فيه وهذه القضية فيها تشهير وفيها إساءة للسبعة ولازم أنتوا طلبتوا إذن بالأول قبل ما تحطوا اسمي في الكتاب هذا الشاب رفع قضية على أغلب جيرانه على كل مدرسي على كل أصدقائه على معظم أقاربه رفع قضية على بورج إيفل رفع قضية على نصب لينكون التذكاري رفع قضية على خطيبته رفع قضية على جورج بوش اللي كان أيامه الرئيس أصلا رفع قضية على القراصن الصوماليين عاجبوا أنهم يهجموا على السفن في البحر الأحمر رفع قضية على بريتني سبيرز المغنية المعروفة رفع قضية على مارتا ستيورت رفع قضية على الفيلسوف المعروف أفلاطون اللي توفى قبل 3000 سنة أصلا رفع قضية على نوستراداموس في جزيرة اسمها جزيرة الثلاث أميال ما خلصت من شره حتى الزبدة أو بديل الزبدة اللي بنباع في السوبرماركت رفع عليه قضية ورفع قضية على كل القضاء وعلى جميع رجال الشرطة في البلد لحد الآن شوف كل هذا اللي قلته هذا يعتبر إشي طبيعي بالنسبة اللي رح تسمعه إنك ترفع قضية على إنسان هذا إشي عادي لكن إنك ترفع قضية على جني أو شيطان هذا هو العجب بحد ذاته مواطن أمريكي ساكن في ولاية بنسلفينيا الأمريكية اسمه جيرالد مايو سنة 1971 رفع قضية على إبليس نفسه قال لك إنه هذا الشيطان تسبب في مناسبات عديدة في البؤس وفي اللخبطة وفي الارتباك لدرجة إنه أنا مش قادر أنجح في حياتي ومش قادر أوصل لأي هدف من أهدافي وبحط عقبات متعمدة في طريقي وتسبب في سقوطي وبالتالي حرماني من حقوق الدستورية شكله كاين مرشح حاله لبرلمان أو شيء زي هيك ومحداش انتخبه طبعا رفضت القضية لأنه ما فيش طريقة بالدنيا أنك تحاكم شيطان لو طلع عليه الحق كيف بدنا نحبسه أصلا فهمني من أغرب القضايا في إحدى البلدات الصغيرة في أمريكا واحد قرر إنه يفتح خمارة أو بار جنب كنيسة هذا الكلام يمكن قبل ستين أو سبعين سنة في ذلك الزمان ما كانت إش الخمور إش طبيعي أو مستحب زي هذه الأيام في أمريكا كانوا الناس طلعين جديد من قانون تحريم الخمور ولسه مش أغلبيتهم تعودوا عليها وكمان فاتح جنب كنيسة اللي هي في ذلك الوقت كانت تحرم الخمور أصلا فالرجل جمع فلوسه وبنى المكان وجاب لبضاعة وقرر إنه بكرة الصبح راح يكون الافتتاح راح ينام كانت الدنيا برد وعواصف وزوابع وصواعق فنزلت صائقة على هذه الخمارة من السماء أحرقتها هذا الرجل راح للمحكمة ورفع قضية قال لهم أنا بدي رفع قضية على الكنيسة لأن القسسين والرهبان اللي جوا الكنيسة من كثر ما كرهوني ودعوا علي وعلى محلي انحرق طبعا طلبهم بتعويض أكثر من 2 مليون دولار لما إيجت المحكمة تحكم في القضية موظفين الكنيسة قالوا إنه مش معقول إنه الدعاء تبعنا أدى إلى هذه النتيجة واستدلوا ببعض الأبحاث والدراسات التي أثبتت إنه الدعاء والأمور الروحية والدينية لا تؤدي إلى نتائج دنيوية مثل خراب بيت الرجال في المحكمة القاضي نظر في الأمر وأثناء الحكم قال لهم أنا مش عارف كيف بدي أحكم في هاي القضية أنا واقع بين اثنين صاحب خمارة يؤمن بقوة الصلاة والأدعية وكنيسة كاملة لا تؤمن بقيمتها أو بأهميتها طبعا الرجل ما نحكم لصالحه لأنه مش هم اللي حرقوا له المحل لكن أنت عشان تبين إنه الحق معك تروح تتخلى عن كل قناعاتك ودينك في إحدى ضواحي مدينة بوستن الأمريكية كانت في سيدة اسمها جاكلين فورمان كانت كل يوم تشتري جهاز كهربائي مختلف بس لأنه كل جيرانها أغنى منها وهي الوحيدة الفقيرة في المنطقة فهي كانت يوم تشتري ثلاجة يوم تشتري غسالة يوم تشتري تلفزيون يوم تشتري مجفف شعر يوم تشتري مكول الأواعي عشان بس يفكروها من مستواهم وما حدا يتكبر عليها ظلت تشتري أجهزة وما تدفع وتقصت وما تدفع لدرجة إنه المحل اللي بتشتري منه راح ورفع عليها جضية وحصل على حكم محكمة إنه هاي السيدة ممنوع تدخل للمحل أو تشتري من عنا أي جهاز هل تعتقد إنه لقد تربت وبطلت عن اللي في عجلها؟ لا بعد ما حكمت المحكمة عليها وصار ممنوع تشتري أي شي أقنعت جوزها إنه يشتري مكينة حلاجة بالكهرباء عشان تقدر تجهر الجارات وفي نفس الوقت ما يكون عليها أي مسئولية قانونية كل اللي صار قضايا على البشر طيب شو رأيك إنه في محاكم قامت ضد حيوانات أو طيور؟ سنة 1474 في مدينة بال السويسرية يحكى أن دي كان باض في هذاك اليوم ولأنه قام بفعل خارق ومنافي للطبيعة حكمت عليه المحكمة بالإعدام لأنه هذا يعتبر روح شريرة يا لابسه جن يا في إيش غلط سنة 1905 تم توقيف شمبانزي آه شمبانزي أنت سمعتني صح في ولاية إنديانا الأمريكية لأنهم مسكوا بدخن سيجارة في مكان عام والبشر ممنوع دخنه فبرضو الحيوانات ممنوع دخنه في عام 1705 وصل قردن على متن زورق صغير إلى ميناء مدينة اسمها هارتبول في إنجلترا وكانت العلاقات سيئة جدا ومتوترة بين إنجلترا وفرنسا في تلك السنة فقبضوا عليه بتهمة التجسس لصالح فرنسا وطبعا حكموا عليه بالإعدام احكي لي بالتعليقات شو أكثر قضية أثارت استغرابك وحكي لي لو في قضية ثانية نسينا نجيب سيرتها بهذا الفيديو ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد أول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته